عزيزات التلميذات أعزاء التلاميذ مرحبا بكم من جديد في درس جديد من دروس جدع مشترك علمي في مادة التاريخ دائما في إطار المزوء الثانية التي تحمل عنوان العالم المتوسطي في القرنين السابع عشر والثامن عشر اختلال التوازن والمحاوات الأولى للإصلاح في العالم الإسلامي دائما في إطار المحور الأول أوروبا الغربية وإرساء الحادثة نصل الآن إلى الدرس الثالث من هذا المحور تحت عنوان انطلاقة الطورة الصناعية التطور التقني والانعكاسات على البنية الاجتماعية نتناول في هذا الدرس بمشيئة الله المحاور التالية محور يتعلق بمفهوم الطورة الصناعية وعوامل قيامها بإنجلترا المحور الثاني يتعلق بمظاهر انطلاقة الطورة الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر ثم أخيرا أخيرا انعكاسات انطلاقة الطورة الصناعية على بنية المجتمع في القرن الثامن عشر في المحور بالنسبة للتقديم الإشكالي لهذا الدرس عرف العالم مع بداية النصف الثاني من القرن الثامن عشر تغيرا وتطورا في الميدان الصناعي شمل وسائل الإنتاج المختلفة وسمي بالطورة الصناعية التي ظهرت ملامحها الأولى في إنجلترا خاصة ثم امتدت إلى باقي بلدان أوروبا بعد ذلك فما مفهوم الطورة الصناعية وما عوامل قيامها بإنجلترا النقطة الثانية ما مظاهر انطلاقة الطورة الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر بالميلاد النقطة الثالثة ما انعكاسات انطلاقة الطورة الصناعية على بنية المجتمع في القرن الثامن عشر أولا مفهوم الطورة الصناعية وعوامل قيامها بإنجلترا مفهوم الثورة الصناعية يمكن تعريف الثورة الصناعية بكونها سلسلة من التحولات التي مست وسائل الإنتاج مع بداية النصف الثاني من القرن الثامن عشر فتحولت هذه الوسائل من أدوات بسيطة قليلة الإنتاج إلى آلات ضخمة ذات إنتاج وفير في مختلف المجالات وأحدثت انتقلابا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الآن ننتقل إلى العوامل التي كانت وراء انطلاقة هذه الثورة الصناعية أكيد أن هناك عوامل متعددة من بينها العامل السياسي بحيث عرفت إنجلترا سنة 1688 اندلاع ما عرف بالثورة الجليلة هذه الثورة ساهمت بشكل كبير في عودة الاستقرار السياسي للبلاد كما أبعدت بريطانيا عن التقلبات السياسية التي عرفتها الدول المجاورة وبالتالي فتحت المجال أمام الطبقة البوروزية للقيام بعدة إصلاحات العامل الثاني هو عامل اقتصادي هذا العامل اقتصادي يشمل ميادين متعددة في الميدان الفلاحي شهد هذا الميدان تحولا كبيرا في أساليب الانتاج وذلك بفضل الابتكارات الجديدة والتخلي عن نظام إراحة الأرض الشيء الذي ساهم في ارتفاع المرضود وأدى إلى تجميع الملكيات وتركزها في يد كبار الملاكين في الميدان الصناعي شهد هذا الميدان بدوره تحولات كبيرة وذلك بفضل تراكم الأموال وتوسع السوق الماء الداخلي ووفرة اليد العاملة بالإضافة إلى تنظيم العمل الصناعي بفضل خلق ما عرف بالمانيفاكتورات وهي عبارة عن مجالات أو فضاءات يشتغل فيها الفلاحون والعمال بطريقة يدوية ناهيك عن إدخال التقنيات والآلات الجديدة وتقوية شبكة المواصلات بالنسبة للعامل الديمغرافي أكيد أن هذا العامل بدوره ساهم في انطلاقة الثورة الصناعية فقد عرفت إنجلترا نتيجة تحسن التغذية وتقدم أساليب الوقاية والعلاج نمواً ديمغرافياً هاماً إذ ارتفع السكان من سبعة ملايين وأربعمائة ألف مليون نسمة سنة ألف وسبعمائة وخمسون إلى خمسة عشر مليون نسمة سنة ألف وتمانمائة كما ارتفعت ساكنة المدن الشيء الذي هيئ لاصطناع يد العاملة من جهة وسوقاً استهلاكية كبيرة من جهة أخرى كما لا نغفل عاملاً أساسياً الذي هو العامل التقني بحيث يعتبر هذا العامل التقني الرافض الأساسي للطورة الصناعية فقد كانت بريطانيا أول دول التي عرفت هذه الطاهرة حيث كان ورأى ذلك إصدار قانون البراءة الذي يحفظ للمختارع حق استعمال اختراعه والاستفادة منه شخصياً لمدة أربعة عشر عاماً ولقد كان من نتائجها تشجيع تطور عدد براءات الاختراع في إنجلترا خاصة في التلوتي الأخير من القرن الثامن عشر الآن نتحول للمحور الثاني من الدرس المتعلق بمظاهر أو تجليات انتلاقة الطورة الصناعية في القرن الثامن عشر للميلاد أكيد أن هذا عديد طورة انتلاقتها تتجلى في عدة ميادين في ميدان النسيج تجلت مظاهر الطورة الصناعية في ميدان النسيج في الاختراعات التقنية التي عرف هذا المجال ومنها توصل جونكاي سنة 1733 إلى صنع المكوكي الطائر الذي ساعد على مضاعفة الإنتاج كما تمكن جيمس هارغريفز من صنع جهاز جيني سنة 1765 والذي مكن من إنتاج 120 مرة ما كان ينتج من قبل من خيوط كذلك توصل كارترايت سنة 1785 إلى صنع المنسج الآلي الذي ساهم في التخفيف من كلفة اليد العاملة ولا ننسى أيضا مخترع آخر الذي يسمى سنودغراس سنة 1797 الذي تمكن من صنع آلة لتنظيف القطن من البذور هذا في الميدان ميدان النسيج أما الآن في ميدان التعدين والنقل ففي ميدان التعدين ساهمت الاختراعات التقنية في تطوير الصناعة التعدينية والتخفيف من تكاليف الإنتاج وهكذا في سنة 1709 توصل أبرهام داربي إلى صهر الحديد بفحم الكوك كما تمكن هانتمان سنة 1750 من إنتاج صلب نقي من الشوائب أما في سنة 1784 استطاع هونري كورتز أن يفصل بين الحديد والفحم أثناء عملية صهر وبذلك توصل إلى صنع قطبان حديدية أكثر صلابة في ميدان النقل أكيد أن هذا الميدان بدوره عرف تحولات وتطورات بفعل هذه الثورة الصناعية فبفعل تطور صناعة التعدين والنسيج واستخدام الآلة البخارية وكذا تزايد حاجة إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف المنتجات المصنعة وجلب المواد الأولية تطورت وسائل النقل والمواصلات بحيث أنشأ المهندسون العديد من الجسور والمنارات وعمقوا المرافق أي الموانئ كما بدأت السفن ذات الدفع البخاري في نقل المواد الخام والبضائر المصنعة عبر المحيط الأطلسي بعدما أصبحت سرعتها أكثر وحمولتها أكبر في ميدان ثالث الذي هو ميدان الطاقة حدثت ثورة حقيقية في هذا الميدان مع بداية القرن الثامن عشر ففي سنة 1712 تمكن طوماس نيوكمان من بناء آلة نارية لرفع المياه من المناجم وعرفت هذه الآلة بالآلة النارية استخدمت إلى غاية أواخر القرن الثامن عشر لتنتهي هذه المرحلة بظهور جيمسوات هذا الأخير تمكن من تطوير الآلة النارية لطماص ميوكمان واخترع بذلك آلة تدعى الآلة البخارية سنة 1785 وهذه الآلة أحدثت ثورة كبيرة في جميع الميادين الاقتصادية وبالأخص في الميدان الصناعي بعدما رأينا عوامل انطلاقة الثورة الصناعية ومظاهر انطلاقة هذه الثورة بإنجلترا نصل في الأخير إلى إنعكاسات هذه الثورة على الأوضاع الاجتماعية فقد أدت هذه الثورة إلى إنعكاسات على أوضاع المجتمع بحيث كانت هناك طبقة مستفيدة من انطلاقة هذه الثورة الصناعية بحيث ساهمت في نشأة مجتمع رأسمالي صناعي برزت فيه طبقة غنية من الرأسماليين الصناعيين كما ترجع دور الماليفاكتورات لصالح المعامل الكبرى وتزايد النشاط البنكي كما ساهمت الثورة الصناعية أيضا في تزايد عدد المهاجرين نحو المراكز الصناعية للعمل في المصانع والمعامل وهذا ما سيساهم في بداية ضغور المدن الكبرى في المقابل أدت الطبقة الصناعية إلى تضرر فئات أخرى من المجتمع بحيث ساهمت الطبقة الصناعية في ميلاد طبقة جديدة هي الطبقة العاملة التي تعرضت لاستغلال من طرف الطبقة المجوزية وعاشت هذه الطبقة ظروفا مهنية ومعيشية صعبة متعددة المظاهر منها العمل لساعات طويلة وشاقة مقابل أجول هزيلة وسوء في التغذية وسكن غير صحي مما أدى إلى تفشي الأمراض هذا بالإضافة إلى غياب جميع الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها العمال كالحق في العطلة السنوية والحق في التعويض عن الأمراض المهنية والحق في العطلة الأسبوعية وغير ذلك من الحقوق التي يتمتع بها العمال في الوقت الراهن هذه الأوضاع السيئة التي عاشتها الطبقة العاملة دفعت العمال إلى قيام بمظاهرات ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر وبدأوا ينتظمون في إطار نوادي للدفاع عن مطالبهم وقد تطورت هذه النوادي إلى اتحادات عمالية خاضت إضرابات مطالبة بتحسين أوضاعهم وطالبت من أرباب العمل والحكومات العمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية عزيزات التنميدات أعزاء التلاميذ نخلص في آخير هذا الدرس إلى أن الطورة الصناعية انطلقت من إنجلترا وساهمت بشكل كبير في تطور النظام الاقتصادي الأوروبي حيث انتقلت به من مرحلة التي عرفت بمرحلة الرأسمالية التجارية خلال القرن السادس عشر إلى مرحلة جديدة هي المرحلة المتعلقة بالرأسمالية الصناعية حيث أصبح النشاط الصناعي أساس الحياة الاقتصادية وقد ترتب عن هذه المرحلة نتائج متعددة سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي خلال القرن التاسع عشر عزيزات التلميذات أعزاء التلاميذ شكرا على امتباهكم وتتبعكم للدرس وإلى درس لاحق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر